السلام عليكم أخوتي كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أتم الصحة والعافية وأنتم كتشاهدوا هذا الفيديو الاستلاء على ملايين يقود إلى اعتقال رئيس تعاونية بالصويرة خليكم معي باش تعرفوا كل التفاصيل أفادت مصادر أن الناس طابطة القضائية اعتقلت يوم الخميس المنصرم رئيس تعاونية وجمعية بصمة الخير للشؤون الاجتماعية والتضامن بالصويرة بعد استلائه على ملايين سنتيمات من إحدى التعاونيات القروية وقال عضوات تعاونية في شكاية موجهة إلى وكيل مالك ابتدائية الصويرة أن ذات الشخص استغل عضويته في اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية لعمالة الصويرة وقربه من وجلس الإقليم للصويرة وعمله بمشروع أوراش لمرة ثانية بالرغم من عدد الشكايات المقدمة ضده بالنصب والإحتيال واستغلال النساء وحسب ذات المصادر فإن الرئيس الجمعية المتابع في حالة اعتقال استولى على دفتر شكايات خاصة بإحدى التعاونيات وسحب مبالغ مالية مهمة والفرار لوجهة مجهولة فهلا أخوتي أخوتي ستكون رسالين للفيديو إلى فيديو قادم إن شاء الله لا تنسوش اللايكات ديالكم والتعليق ديالكم بخصوص الموضوع السلام عليكم في رعاية الله وحفظه